اشتركوا في القناة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا المزيد من مع عبدالاطيف بن طر دول الانديز ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة وفق رئيس البرلمان الانديني فدل سبينوزا ساندوفال عقب مباحثات اجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا التقدم الذي تشهده مختلف جهات المملكة يجسد بوضوح إرادة صاحب الجلالة الملك محمد سادس من أجل النهوض بالرأس مال المادي والبشري للمملكة رئيس البرلمان أبرز أن دول الأنديز تهتم بخبرة المغرب في مجال التكنولوجيات المستعبلة في الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيات ستكون مفيدة جدا منظومة الأنديز تحدوها الرغبة في الاستفادة من التجربة المغربية في مجالات الطاقة المتجددة إسبينوزا سندوفال أكد على أهمية التعاون جنوب جنوب تعاون يشكل إحدى أولويات عمل برلمان منظومة الأنديز المدعوة إلى التفكير في التوقيع على اتفاق للتبادل الحر للدفع أكثر بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين هذا وأشد رئيس البرلمان الأنديني فيديل إسبينوزا سندوفال أمس بالرباط بالتقدم الذي تعرفه المملكة المغربية في العديد من المجالات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد سادس خديجة شاكري ومزيدا من التفاصيل بالرباط أشد رئيس البرلمان الأنديني فيديل إسبينوزا سندوفال بالتقدم الذي تعرفه المملكة المغربية في العديد من المجالات بفضل قيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد سادس لافتا إلى أن البرلمان الأنديني يطمح لتعميق روابط العلاقات مع المملكة المغربية المملكة تحقق تقدما كبيرا من خلال الاستثمار في مجالات الرأس المال البشري والتلمية والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا توليد الطاقة النظيفة البرلمان المغربي ونظيره الأنديني وقع في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل للبرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق في موضوع آخر انطلقت برربا تشغال المؤتمر الثالث عشر لاتحاد المهندسين المعماريين الأفارق الذي يناقش مهنة المهندس المعماري والتحادية الجديدة في القارة الإفريقية بمشاركة مسؤولين وخبراء يمثلون أربعين بلدا في القارة عبداللطيف بن طال الهندسة المعمارية باتت تجسد تحولات وغنى إفريقيا وفق المهندسين الأفارقة بالانكباب على دراسة الرهانات والتحديات المتعددة التي تواجهها القارة في المجالات البيئية والعمرانية والثقافية اتحاد المهندسين المعماريين اختار المغرب لاحتضان هذه الدورة نظراً لالتزام المغرب وتجذوره الحقيقي والملموس في إفريقيا من خلال موقعه الجغرافي واستثماراته في مختلف المجالات الاستراتيجية المتدخلون في أشغال المؤتمر الثالث عشر لاتحاد المهندسين المعماريين الأفارقة أبرز ما تشهده القارة من تحولات اجتماعية ومجالية كبرى بسبب النمو السريع لسكانها مؤكدين أنها عملية ينبغي أن تسترعي اهتمام المهندسين والمخططين الحضريين موضوع هذا المؤتمر إبراز تحديات المهنة فالتحديات كثيرة من أجل الوقوف عند الأدوار ومكانة هذه المهنة وبذلك السبيل إلى تطويرها وجعلها رافضاً للتنمية في القارة رهانات القارة بين التراث المعماري والحداثة رهانات يطرحها اتحاد المهندسين المعماريين الأفارقة اتحاد يضم 43 دولة عضواً ويمثل 60 ألف مهندس المعماري في مجموع القارة الصمراء وتعليمياً احتفت الجامعة محمد الخامس بالرباط أمس بطلبتها المتفوقين بمختلف المسالك المفتوحة بالمؤسسات الجامعية التابعة لها والمتفوقين في الأنشطة الرياضية والثقافية برسم الموسم الجامعي 2021-2022 خديجة شاكري ومزيداً من التفاصيل بمسرح محمد الخامس بالرباط احتفت جامعة محمد الخامس بطلبتها المتفوقين بمختلف المسالك المفتوحة بالمؤسسات الجامعية التابعة لها والمتفوقين في الأنشطة الرياضية والثقافية برسم الموسم الجامعي 2021-2022 اليوم أنا جد سعيدة بتواجدي في هذا الحفل التتويجي لطلبة جامعة محمد الخامس والفرح يعني يعمو هذا المكان بوجود أساتذة وأطور تربوية وأكاديمية تويش اليوم بالرجمة الأولى على مستوى هذا الماستر وهي ليست المرة الأولى فقط تويش سابقاً سنة 2019 في سلك إجازة بنفس الرطبة تنظيم هذا الحفل يأتي في سياق تشجيع طلبة على المثابرة والجدية ورفع مستوى التنافس بينهم وذلك تكريساً لقيم التفوق والتمييز هذا الحفل هذا بما في الكلمة المعنى هو حفل اللي يتوج به فيه ما يناهز 247 خريج متفوق في كل مسارك الحمد لله هذا الحفل حضره عدة شخصيات أكاديمية وديبلوماسية ومن عوالم الثقافة والاقتصاد والرياضة إضافة إلى مختلف فعاليات المجتمع المدني خلال مائدة مستديرة بطنجة تم تقديم دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسة السجنية بهدف إرساء تدبير موحد لحالة الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات تقرير صفي عثمان خلال مائدة مستديرة بطنجة تم تقديم دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسة السجنية بهدف إرساء تدبير موحد لحالة الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات الدليل المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطوراً تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة تم تقديمه لمديري وأطباء المؤسسات السجنية بجهة طانجة طوان الحسيمة وممثلي النيابة العامة ووزارة الصحة وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان نقوم طبعاً في هذا الإطار في مجال الحماية بالخصص بزيارة مراكز الاعتقال والسجون وأساسات سجنية حسب الفصل 11 من القانون 76-15 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان طبعاً في هذا الإطار نقوم بتلقي الشكاية السجناء والسجينات نقوم بمعالجتها نقوم بتتبع أوضاع السجناء إعداد هذا الدليل من طرف المجلس الوطني للحقوق الإنسان وإدارة العامة وإدارة السجن والنيابة العامة ووزارة الصحة والسيسيار أهميته تكمنه أساساً هو في تنظيم ظاهرة ما فتئت تتكاتر بحيث أنه في السجن المغربية في أواخر 2013-2014 كانت توصل حدث الإدراضي للطعام إلى حدود 3000 ولم يكن من الممكن أن تبقى هذه الظاهرة على عواهينها لا بد كان من تنظيمها الدليل يشكل إطاراً مرجعياً يحدد بشكل واضح وسليس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة وقد تم إعداد هذا الدليل وفقاً لمقاربة ترتكز على حقوق الإنسان في احترام للتشريع والخصوصيات الوطنية والمبادئ الأخلاقية ومقتضيات القانون الدولي سلط متضاخلون مغاربة وأجنب بستات الضوء على وجهة مبادرة الحكم الذاتي في حل نزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وذلك في إطار ندوة دولية نظمتها مؤسسة جذور لمغاربة العالم وتأتي هذه الندوة في سياق الدنامية الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية تقرير رغدا قابوري خلال ندوة دولية نظمتها بستات مؤسسة جذور لمغاربة العالم أبرز متدخلون مغاربة وأجانب وجهة مبادرة الحكم الذاتي في حل نزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والقوة الناعمة ذات الطبع الدبلوماسي للمغرب قوة أضحت نموذجاً لتحقيق التنمية والاستقرار الجو سياسي في شمال إفريقيا الندوة تأتي في سياق الدينامية الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية لسيما بعد الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بسيادة المملكة الكاملة على صحرائها والموقف الإسباني الجديد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي وكذا الموقف الألماني في نفس القضية فضلاً عن افتتاح ما يقرب من 25 قنصلية بمدينتين العيون والداخل القرار الإسباني الأخير بشأن مبادرة الحكم الذاتي يشكل عودة إلى الشرعية ومنطق اتفاقية مادريد الثلاثية إسبانيا من خلال اعتبارها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية ووقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية تعود إلى الحقيقة والعدلة والصواب أطروحة الحكم الذاتي اللي هي موجودة بالفعل في الصحراء ومطبقة طول عمرها في قبائلها وفي بالعرف والقانون المملكة مقابل أطروحة غير منطقية عبثية ورسها حكام الجزائر من نظام ورى نظام إلى أن تجاوزها الزمن وأصبحت غير منطقية بدوره الخبير الإطالي في العلاقات الدولية ماتيو جاك دومينيسي أبرز دور وأهمية القوة النعمة ذات الطبع الدبلوماسي للمغرب والتي باتت تسهم بشكل جلي في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار في منطقة الشمال إفريقيا بالعاصمة المصرية القاهرة بدأت أولى جلسات الحوار الوطني باجتماع مجلس الأمناء الذي ضم مختلف القوى السياسية والنقابية بالبلاد ويهدفه الحوار لخلق مساحة مشتركة بين القوى السياسية تؤسس لمشاركة أوساع من أطياف المجتمع في الحياة السياسية والاقتصادية صافي عوثمان بالعاصمة المصرية القاهرة بدأت أولى جلسات الحوار الوطني باجتماع مجلس الأمناء الذي ضم مختلف القوى السياسية والنقابية بالبلاد الرئيس المصري كان قد دعا في أبريل الماضي إلى حوار سياسي وطني شامل دون تمييز يجمع كل الطيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية وصلنا اليوم للحوار الوطني حتى نحلحل هذه الحالة ونبدأ في حالة جديدة من الحراك السياسي الحقيقي الحوار الوطني هو حوار بين أطراف المفروض هيكونوا مختلفين تماما وأنا بأكد على ده يمكن بشكل واضح جدا مختلفين تماما على المستويين الفكري والمنهجي والسياسي اتفقنا إن شاء الله حنبدأ في المراحل القادمة نعقد اجتماع آخر 19 سبعة المحاول الأساسية المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور الاجتماعي واحتمالي وفيه محور ثقافي القضايا العامة ممكن حتبها موجودة زي قضايا الطفل قضايا الشباب قضايا الجماعات الأهلية قضايا مشكلة السكانية المناخ كل هذه قضايا مطروحة على تربيز المواقشة في المرحلة القادمة وبينما رأت العديد من الأطراف أن هذه المبادرة تفتح مجالا للتواصل بين السلطة وأحزاب المعارضة لأول مرة في عهد الرئيس الحالي إذنا ببداية حراك سياسي ديمقراطي دعا آخرون لتدابير حسن نية ملموسة قبل بدء الحوار مثل إطلاق صراح المعتقلين والإعلان عن إصلاح مؤسسي شامل ويهدف الحوار لخلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية تؤسس لمشاركة أوسع من أطياف المجتمع في الحياة السياسية والاقتصادية بعد سنتين من جائحة كورونا عدا حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج الفريضة تمنح بعض الحجاج فرصة زيارة جبل النور الذي يحتضن غار حراء روبرتاج عبداللطيف من طلب رغم هذا الدرج الضيق صعوبة الصعود لأكثر من 600 متر في أعالي جبل النور لم تحل دون اقتفاء آثار نبي الرحمة محمد فإلى هذا الجبل هبط جبريل حاملا آيات الهداية في غار حراء رحم الديانة الإسلامية هذا هو غار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد ونزلت عليه رسمنا من هذا المكان وانتشرت إلى الدنيا كلها أشعة شمس الإسلام أشرقت منذ أربعة عشر قرنا على الأرض وما تزال تنير الكوكب أربعة كيلومترات على مرأى بيت الله يأتي الحجاج في رحلة قد تقصر أو تطول بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة جئنا إلى هنا لنرى المكان الذي خرج منه النور والرحمة إلى الناس جميعا على تراب جبل النور تحل الجلسة والسكينة لأول مرة بعد عامين من جائحة كورونا سمح للحجاج عبر العالم بأداء فريضة الحج فريضة تزدان بزيارة غار لا يتسع إلا لأربعة أشخاص غير أنه وسع الدنيا كلها بعد نزول آية إقراء ونختم مشاهدين بالخبر الرياضي حيث أنهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم ناديي الوداد والرجاء البيضويين أن مباراة الدور الربع النهائي لمنافسة كأس العرش التي من المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس ستجرى في ملعب العرب الزولي بالدار البيضاء وفي نفس التوقيت أي الساعة السادسة مساءً وبدون جمهور وأوضحت الجامعة في بلاغ أمس على أنه على إثر الآثار الجانبية التي خلفتها الشهب الاصطناعية على جنبات أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء أثناء المباراة الأخيرة التي جمعت فريق الوداد الرياضي بفريق الفتح الرباطي وما عرفته من احتفالات أدت الاقتحام عدد كبير من الأشخاص لأرضية الملعب ما أثر سلباً على العشب وبعض التجهيزات الخاصة بكأس إفريقيا لكرة القدم النسوية والتي تجري بعض مباريتها على نفس الملعب وهو ما دفع بالكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى رفض إقامة مباراة الدور ربع هائي لمنافسة كأس العرش بين الوداد والرجاء المقرر اليوم الخميس على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء إذن نهاية نشر تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني تحية لكم إلى اللقاء